قال العاهل المغربي في خطابه السنوي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجلوسه على العرش إن المملكة المغربية حريصة على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين الشقيقين أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما بل نريدها أن تكون جسورا تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر لأننا نطلع للعمل من الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين تجبعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترئ وقد قطعت العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي بسبب مسألة الصحراء الغربية التي تدعمها الجزائر بينما يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه وبعدها حضرت الجزائر تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها كما لم يتم تجديد عقد خط أنبيب الغاز المار عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا ترجمة نانسي قنقر